الموقف اليوم التجديد لليونيفل من حيث المبدأ يفترض بأي قوة ضماناً للأمن والاستقرار أن تحافظ على التوازن في مهمتها بين الطرفين المهتحاربين الذين تريد وقف القتال بينهما في حالة اليونيفل عدم التوازن منذ البداية ظاهر ومبالغ به خصوصاً لجهة حصر انتشار اليونيفل في الأرض اللبنانية كأن لبنان هو مصدر القطر على كيان الاحتلال وهو الذي شن عليه حروباً بينما المفترض على الأقل أن يكون انتشار اليونيفل على طرفين الحدود بالتوازن والتوازي عدم التوازن أيضاً في نظر اليونيفل ومن خلفها مجلس الأمن لكل مصدر اعتراض أو قلق من جيش الاحتلال وكأنه مهمة محددة ومنزلة لليونيفل بينما الانتهاكات الإسرائيلية بالآلاف للسيادة اللبنانية براً بحراً جواً فلا تلقى أي اهتمام لجهة التجديد لليونيفل ترتكب جماعة الغرب كل مرة خطأاً كبيراً عندما تظن أن التلويح بعدم التجديد يمكن أن يشكل مصدر ابتزاز لبنان فيقبل بتعديل مهامها تفادياً لعدم التجديد بينما أي نظرة إلى الوضع في الجنوب تكفي للقول أن اليونيفل مصلحة إسرائيلية أكثر مما هي مصلحة لبنانية فإن مضيتم بجدية بعدم التجديد سوف تكتشفون أن أحداً لن يدفع لكم ثمن التجديد لجهة طبيعة التفويض هو ثمر التفاوض دار حول تفاصيل التفاصيل تحت النار في الأيام الأخيرة من حرب تموز عام 2006 سواء لجهة طبيعة القوات الفصل السادس والفصل السابع التنسيق مع الجيش اللبناني ولذلك فإن أي تلاعب بالنص والدور هو مجرد احتيال ستكون نتيجته دفع الأهالي في الجنوب إلى رسم خط أحمر أمام كل دوريات اليونيفل غير المصحوبة بالجيش اللبناني ونقطة على السطر ترجمة نانسي قنقر